هوية بريس هذا المركب الذي يشمل المجموعة للنزلاء الذي تتجاوز 400 نزيل لما فيهم العجزة رجال فيهم العجزة نساء فيهم أشخاص المرضى النفسانيين نساء ورجال في بعض النزلاء التي ترعرعوا داخل المؤسسة منذ سنة 1999 التي جاءوا أطفال متخلة عنهم التي الآن صبحوا فيتين السين القانوني ولكن استطعنا أننا ننقضوا مجموعة منهم ومجموعة التي ما زال الآن داخل المؤسسة كانت نصدر العطف من المحسنين ومحسينات التي يدمجونهم في سوق الشغل هذه المؤسسة التي تأسست في 1935 ومجموعة التي تضع الحجر أساسي لها وصاحب الجلال المرحوم محمد الخاميس طيب الله وتراه ومن ذلك الساعة يعني من ذلك تاريخ هذاك وهي قائمة الدات دازوا فيها أجيال ديال العداد الكبير ديال النزل اللي كانوا فيها من يعني من الناس المتخلة عنهم أطفال متخلة عنهم من عجزة متخلة عنهم نساء ورجال مرضان في سنيين من ذلك الساعة ويفتح الأبواب ديالها إلى يومنا هذا اللي في هات الساعة الحمد لله وصلت لواحد المستوى اللي لائق اللي كي يخول النزل ديالها كيعيشو العيش الكريم بحالهم بحال أيها الناس من الناس وتشيراتا قولوا باش تنطلب منكم أنكم تديروا واحد سيارة لمرافق ديالها وتشوفوا الناس كي باش تتعيش الحمد لله بفضل رعاية سيدنا الله ينصروه بفضل الرعاية ديال أو العطف ديال المحسنين اللي يتساهم كي يجيوا كي يبدلوا واحد المجهود مع هاد النزلاء وفضل الجمعيات المجتمع المداني اللي كي يجيوا يعني لقبل كوفيد وللآن دبرا نطلقو يعني فات السعارة بده والجمعيات كي يجيوا كي ديروا أنشيطة ترفيهية أنشيطة يعني كي ديروا لهم بعد يعني الولائم نقول هذا المصطلح بشهد الناس دائما يحسوا براثهم بأنهم روما فسط عائلتهم وروما عائلة وحدة اللي كتكون مرة 180 والحمد لله المؤسسة الآن رغم الإكرهات والإكرهات ونجل الإكرهات اللي عدنا في المؤسسة الحمد لله بفضل المجهودة ديال أعضاء المكتب واللي يعني فهد سعارهم دائما وأبدا متواجدين في المؤسسة يعني وكن تم الشكر جزيل لبعض المؤسسات اللي كتتعينى بهذه المؤسسة بهذه الإدارات اللي كتتعينى بهذه المؤسسة كولاية الولايات كولاية الأمن ك يعني مركب الاجتماعي مركب الصحي الساشي وبعد محسينات محسينين من أطباء جمعية الأطباء جمعية واحد العدد ديالجمعيات اللي كيعناوا بهذه المؤسسة وكيعناوا بهذه النوزراء ديال المؤسسة 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 يعني الآن هي المتنفس الوحيد بالنسبة لهاد الموش الرادين اللي متواجدين في الشوارع اللي كتت يعني كتت وهم كان يوميا تقريبا لكن كانت تلقاوا بعد الاسد ديف يعني الناس اللي ما عندهم ش الاشخاص بدون مأوى اللي الآن كي جيوا للمؤسسة وتحضر وبحضر لدينا واحد خلية داخل المؤسسة ديال الاثور اللي كتقبط يعني داك المتشر ريض يعني كترعاه من أكل ومن الملبس ومن من طبيب والحمد لله بشهادة الجميع فالصبح يعني نقصت واحد العدد كبير ديال المشرادين المتسويلين من فاس مابقوا الظروف الشوارع يعني الآن كان مرحب بهم في المؤسسة بشهادة الجميع ما كانش مابقاش المتسويلين في الشوارع بخلاف من كتكون ش مثلا يوم الجمعة وذلك يجيو متسويلين المحترفين المحترفين لما تنقبطهم شيء لأنه تنعرفوه ما ذكر لأنه يجيبون تحيلون علينا مادناش المتسويلين لأنه يمكننا نقبطهم في المؤسسة هل يوجدون معايير لأنه يوجدون طبيعة الحال لدينا المعايير لأنه يجيبون النزيل يجيبون 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 حقيقية لا يجيبون وفي مادرة يجيبون فهو يجيبون لأنه يجيبون لماذا اخرج ورقة تتقنية لم يكن عنه لأنه معلول الخطط ومشار 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 لأنهم يتظار ومن المزايا الآن متواجدين وقاررين ومن المزايا الآن تقريبا 10 سنين و 12 عام وهو مشهول هوية لا نعرفه ما يكون مع عائلته هل تتكفلوا بالبطاقة الوطنية للمزايا؟ هذه واحد من المزايا الوضع كنا نريد أن ندلهم تلقيهم كنا نتصل إلى المدير الجهوي الصحة وكان صفتنا الخالية التي ستجعلهم تلقيهم كما تبدأ تلقيهم للمواطنين العاديين لا يمكنهم تلقيهم حتى لا يوجد بطاقة وطنية كنا نتصل إلى الوضع كما تلقيهم بطاقة وطنية كما تلقيهم بطاقة وطنية كما تلقيهم في الصحة جيدة للمؤسسة لا يقع أي مشكلة كمقاراتها كما تلقيهم كما تلقينا كما تلقيهم كما تلقيهم كما تلقيهم في المؤسسة منذ بداية الجائحة الكورونا نداء للمحسنين لا يعرف المؤسسة من الذين يعرفون المؤسسة رغم أن يأتي ومازال لحد الآن يأتي ويعنو بهذا النزلاء أريد أن خارج فاس ومغاربة يأتي وتعرفون على هذه المؤسسة ويجعلوا استطلاع على هذه المؤسسة المؤسسة اللي في حاجة للناس لأنه نجعل الكلمة أمين المال المؤسسة لكي أعطيكم توضيح الإكرهات المالية اللي عندنا في المؤسسة إذن نداء المحسنات والمحسنين وما أنهم يجعلوا الإحسان فهذا هو المركز الأولادية وهذا هو المركب لأنه مؤهل أنه يحضر بالإحسان للمحسنات والمحسنين الفاسيين والمغاربة كاملين أمراوي تهامي أمي المال المركب الاجتماعي باب الخوخاء إذن نشكركم على هذه الزيارة اللي قمتوا بها باش تعرفوا أكثر يعني كي تعرفوا المركب ولكنتوما غتزيدوا كي تعرفوا المحسنين وهذا وأنا كأمي المال قد نهضر يعني بخلاصة غيب الأرقام باش الناس يعرفوا هذا المركب كيف شكي يدور إذن هذا المركب عنده مصارف ديالي اللي قد تدور حول أربعات المليون الدرهم يعني 400 مليون في العام اللي كان صرفوا المصارف فإذا به لجنا نشوف المداخل بما فيها المبادرة الوطنية التنمية البشرية والمينحة للتعاون الوطني وعندنا واحد الأكرية ديال الخيرية فهذه يتجمعوا ما بين خمسين وثمانين وثلاثين مليون المجموعة يعطي مليون درهم وستمائة ألف إذن إلازوناها من أربعات المليون درهم كتبقى خاصة يعني مئتين ووربعين مليون اللي هي الحمد لله كلها كتجي هيبات ملكية وهيبات من عند الناس يعني اللي كيعطفوا على هذا المؤسس باش كيمكننا هاد الناس هادو يعيشوا واحد العيشة كريمة يعني لا من ناحية التمريد ولا من الأدوية ديالهم ولا من المأكل ديالهم ولا من النوم ولا من الملبس ديالهم ديالهم وآخر ما كيمكننا نطلب وهي ما كيمكننا خاصة من ناحية المنية لا هو كيمكننا خاصة يعني راهي لما كانش واحد العمل جبار ديال الإخوان في الإدارة وديالنا نحن مع الناس اللي كان عارفوا رغم غنوصلوا شنجمعوا هذا المبلغ هذا باش هاد الناس هادو نوفروا لهم هادش يعني بعض المرات من يوصل الاخرد الشهر والأجور اللي كباش كنخلصوا الموظفي يكون عندنا نقص يكون يدينا على قلبنا يعني رحنا رحنا يعني كنخلصوا ولكن الحمد لله يعني كنحاولوا يعني 90% باش هاد الناس يعيشوا عيشة كريمة وكننا عاود نشكره سيدنا مرة أخرى على كل ما قدموا ابتداءا من من عيد من عيد الأضحى اللي الحمد لله صيفتنا 82 خروف ولا من ناحية ديال الحلوية للعيد ولا طمر ولا حتى الحلوية هي التالية هاد شي زيادة على المبالغ اللي كي صيفتنا يعني كهيبات مرارا وكنهيبوا بجميع الناس اللي كلهم يعاونوا ويديروا الخير مع هاد الناس